شاشة البنوك التي ما تدخل إليها من إدارة الحسابات المدخلات الأساسية البنوك تعتبر هذه الشاشة من الشاشات المهمة في نظام يمنسوفت المتكامل إذ أنه لا يمكن تنفيذ أو عمل سنة صرط أو قبض بشيك من البنك أو فواتير مبيعات بشيك من البنك إذا لم يتم إضافة وربط حسابات البنوك الموجودة في الدليل المحاسبي في هذه الشاشة مثلا إذا قمنا بعمل سنة قبض شيك وقمنا بضطنة زر إضافة مثلا وذهبنا للبحث على رقم البنك بالضغط على إفتسعاء ماذا نلاحظ نلاحظ أن هذه الخانة فارغة رغم أن حسابات البنوك مضاف الدليل المحاسبي لكن إذا لم نقم بإضافتها في شاشة البنوك لن تظهر في استنادات الصرف أو القبض بشيك كذلك لن تظهر في فواتير المبيعات فإذا ما عدنا إلى شاشة البنوك وقمنا بإضافة وربط حسابات البنوك في هذه الشاشة يتم ذلك من خلال ضغط أن أزل الإضافة رقم البنك واحد رقم حساب البنك يتم نضغط على إفتسعة ثم نختار بنك سبع الإسلامي ريال مثلا نضغط عليه مرتين ثم نتحرك بالتاب أو بالموس رقم التسلسل واحد ثم نقوم بعملية الحفظ فإذا ما أردنا إضافة بنك آخر يتم ذلك من خلال ضغط على زر الإضافة رقم البنك اثنين رقم حساب البنك في الدليل المحاسبي بالضغط على إفتسعة بنك التظام الإسلامي دولار نضغط عليه مرتين ثم نتحرك بالتاب رقم التسلسل اثنين ثم نقوم بعملية الحفظ نقوم بالضغط على زر الإضافة سوف تظهر جميع البنك التي تم إضافتها فإذا ما ذهبنا الآن لتنفيذ عمليات مثلا سند قبض شيك وقومنا بالضغط على زر الإضافة وبحثنا على رقم البنك بالضغط على إفتسعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ الآن أصبحت ظاهرة أي أننا نستطيع الآن عمل سندات قبض أو صرف شيك أو فواتير ومبيعات بشيك فإذا ما عدنا إلى شاشة البنوك وقمنا بالضغط مثلا على زر البحث يتساءل البعض ما أهمية الرقم التسلسلي للبنوك إذا كانت الرقم التسلسلي للبنوك مثلا لبنك سبال إسلامي ريال واحد وبنك التضامن الإسلامي دولار مثلا واحد معنى ذلك أنه عند عمل سند صرف أو قبض من بنك سبال إسلامي ريال أو بنك التضامن دولار سوف تكون الأرقام التسلسلي للسندات متتابعة متتالية مثلا إذا تم عمل سند صرف شيك من بنك سبال إسلامي ريال رقم واحد فإذا ما قمنا بعمل سند صرف بنك التضامن الإسلامي دولار سوف يكون رقم اثنين وهكذا ثلاثة أربعة متتابعة لماذا؟ لأن رقم التسلسلي لجميع البنوك واحد لكن إذا ما قمنا مثلا بتعديل رقم التسلسلي للبنك التضامن الإسلامي دولار وكتبنا اثنين ثم قمنا بعملة الحف معنى ذلك أنه عند عمل سند صرف أو قبض سواء من بنك سبال إسلامي ريال أو بنك التضامن دولار لكل بنك ترقيم خاص به وتسلسل خاص به في نظام يمن سفت المتكامل البعض يتسأل الحد الأدنى من أين ظهر؟ الحد الأدنى يظهر عند إضافة حساب بنك التضامن أو بنك سبال أو الحسابات الفرعية في الديل المحاسبي سوف تظهر لك حقلين في أسفل شاشة الديل المحاسبي الحد الأعلى والحد الأدنى نقوم بتحديد المبالغ الموجودة لدينا فإذا ما قمنا مثلا بعمل سند صرف من بنك التضامن الإسلامي دولار بشيك أكثر من الستة الألف فإن النظام سوف يقوم بتنبيه أن الرصيد لا يسمح كرسالة تنبيهية فقط ملاحظة بسيطة إذا تم تنفيذ سندات صرف أو قبض أو فوات المبيعات شيك فإنه لا يمكن حذف البنك من هذه الشاشة لأنها قد ارتبطت بسجلات أو بعمليات أخرى